اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ها نحن من جديد نلتقي ونجتمع على مائدة القراءة العامرة بالفائدة والمتعة وبكل ما تطيب به النفوس وترتقي العقول وتمضي مواكب الحياة إلى حيث تجتانى ثمار المعرفة في أجمل وأنصع تجلياتها ولأننا في الشارقة فنحن نقرأ الشارقة كلها كتاب عظيم مفتوح ينهل الجميع منه ما أنتجه وينتجه الفكر الإنساني في مجالات الثقافة والعلوم والفنون والآداب منذ أن عرف الإنسان الكتابة والقراءة حتى اليوم وإلى ما شاء الله لذلك فنحن في برنامجنا هذا سنواصل سلسلة برامجنا السابقة الخاصة بالكتاب والقراءة فأهلا بكم ومعا نقرأ من هنا نبدأ من الشارقة الشارقة موطن الكتاب تأملات في المشروع الثقافي لسلطان القاسم هذا هو عنوان هذا الكتاب الذي بين يدي الآن لمؤلفه الباحث الدكتور مني بن عامة والذي يفتتحه بكلمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يقول فيها نحن في الشارقة نقرأ نريد المجتمع القارئ وندعو إلى تعميق عادات القراءة بين فلذات الأكباد بل إلى توفير الكتب المناسبة للرجال والشباب والمرأة كتب للجميع ولهم فيها منافع بهذا الفهم تكون واحة الكتب واحات نور لا بد من تنميتها وتطويرها وفي مجالاتها ومساحاتها فليتنافس المتنافسون يبدأ الباحث هذه التأملات في المشروع الثقافي لسلطان القاسم بعنوان هو لماذ الشارقة ويقول هنا إن خيار الشارقة الثقافي ومشروعها الريادي كان زمنا جديدا للثقافة العربية في لحظة تاريخية فارقة شهدت فيها ميلادا جديدا واستعادت عفيتها يتحدث بعد ذلك عن البدايات منذ أن عكف صاحب السمو حاكم الشارقة في بداية سنة 1979 على وضع خطة مدروسة لإعادة الشباب إلى الاهتمام بمجالات الثقافة وعزمه على إلاء الثقافة والآداب والفنون اهتماما بالغا منذ ذلك الحين ويصل إلى نقطة غاية في الأهمية وهي مأسسة الثقافة مستعرضا أبرز المؤسسات الثقافية التي قام صاحب السمو حاكم الشارقة بإنشائها تباعا بعد توليه مقاليد الحكم في الإمارة مما أسهم في إحداف نهضة ثقافية كان لها ما بعدها فتحدث هنا عن التأسيس والبناء وذاكرا المؤسسات الثقافية وهنا أيضا ذكر لأبرز الأنشطة والمعارض والمهرجانات الثقافية من خلال توثيق حصاد السنين لصاحب السمو حاكم الشارقة على مدى أربعين عاما وزيادتها من ثلاثة أنشطة إلى ألف وستمائة نشاط في العام يصل الباحث بعد ذلك بالحديث إلى موضوع مهم ألا وهو سلطان والكتاب حيث يتعرف القارئ هنا على البدايات الأولى لشغف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم حاكم الشارقة بالكتاب وسرده لتلك الفترة المبكرة من حياته ويرصد الكتاب الألقاب الثقافية التي حازتها الشارقة ويوضح أسباب استحقاقها لتلك الألقاب وبإمكان قارئها في الكتاب التعرف على مسيرة معرض شارقة دولي للكتاب الذي هو اليوم واحد من بين أهم وأكبر ثلاثة معرض كتاب على مستوى العالم وذلك من خلال الرصد الذي قام به الباحث لدورات المعرض المتعقبة منذ دورته الأولى عام 1982 وحتى دورته السابعة والثلاثين التي انعقدت عام 2018 وحسبنا هنا أن نتوقف عند بعض دورات المعرض وأتذكر شيء مما ميز تلك الدورات أقيمت الدورة الأولى من معرض الشارقة للكتاب في الثامن عشر من يناير عام 1982 وجاءت غنية ببراميجها وصاحبتها أنشطة ثقافية من جملتها أمسية شعرية للشاعر محمود درويش في قاعة أفريقيا ولقاء مع المفكر العربي إلياس مرقص في النادي الثقافي العربي وانعقدت الدورة العاشرة في الثالث عشر من نوفمبر عام 1991 فجاءت عكسة مرور عقد على انطلاق المعرض وهذا ما تجلى بوضوح في كلمة لسمو الحاكم حينما قال أشكر القائمين على المعرض الذين وصلوا به إلى هذا المستوى المتميز مما يبشر باتجاه معرض الشارقة للكتاب إلى أن يكون أحد المعارض الدولية والدورة الخامسة عشرة أقيمت في الخامس من نوفمبر عام 1996 وفي هذه الدورة تم الإعلان بتوجيه من صاحب السمو حاكم الشارقة عن جائزة الشارقة للإبداع العربي الإصدار الأول بغية تطوير آليات تشجيع المؤلفين والكتاب العرب الشباب معلومات وتفاصيل كثيرة في هذا الكتاب حول كل دورة من دورات المعرض لا نستطيع خلال وقت البرنامج القصير التوقف عندها جميعها ولكن لا بأس من تجاوز بعض الدورات وإن كان ذكرها مهما بطبيعة الحال على كل نقول إنه في الدورة الخامسة والعشرين من المعرض الشارقة الدولية للكتاب التي أقيمت في الخامس من ديسمبر عام 2006 أشاد صاحب السمو حاكم الشارقة بكثرة عدد دور النشر التي تعنى بالطفل والتي شغلت مساحات واسعة من أرضيات المعرض وأعرب سموه عن أمله في الحفاظ على اتصال الطفل بتراثنا وقربه منه وفي الدورة الثلاثين التي انعقدت في السادس عشر من نوفمبر عام 2011 قدمت لدى تدشينها مؤسسة الإمارات للاتصالات إهداءا تذكاريا لصاحب السمو حاكم الشارقة لرعاية سموه الكريمة ودعمه الدائم للثقافة والمثقفين والكتاب وفيها وقع صاحب السمو النسخة الأولى من كتاب حصاد السنين وإزدانت هذه الدورة بقصيدة منابع العز لصاحب السمو حاكم الشارقة وفي الدورة السابعة والثلاثين التي أقيمت في الحادي والثلاثين من أكتوبر عام 2018 شاركت ألف وثمانمائة وأربع وسبعون دار نشر من سبع وسبعين دولة قدمت عشرين مليون كتاب من مليون وستمائة ألف عنوان إلى جانب مشاركة أربعمائة واثنين وسبعين ضيفا من مختلف أنحاء العالم قدموا أكثر من ألف وثمانمائة فعالية وبلغ عدد الزوار في هذه الدورة حوالي مليونين وثلاثمائة ألف زائر وأكثر من مليارين وسبعمائة مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي ووقع أكثر من مائتي كاتب إصداراتهم الجديدة لقرائهم في ركن التواقيع وفي يوم تدشين هذه الدورة أي السابع والثلاثين أهد صاحب السمو حاكم الشارقة قرينة سموه الشيخة جواهر بنت محمد القاسم إكليل الشارقة وقصيدة خاصة تكريما لمنجزات سموها الاجتماعية والإنسانية وألقى حاكم الشارقة خلال المعرض محاضرة حول تاريخ المنطقة وبراءة بن ماجد ووقع سموه أحدث إصداراته الأدبية وهي رواية بيبي فاطمة وأبناء الملك نتعرف معا في هذا الكتاب على معرض الشارقة الدولية للكتاب من خلال الأرقام فنرى جداول وإحصاءات وأرقاما تختصر مسيرة المعرض من تواريخ ودورات ودور نشر مشاركة وأيضا أعداد العناوين المعروضة وأنواعها ويرصد الباحث في الكتاب مقتطفات منتخبة من أحاديف سلطان عن الشارقة والثقافة والكتاب منها مثلا إنه يمكن ملاحظة أن المعرض يضيف كل عام شيئا جديدا يجعل الإنسان والطفل يقرأ وإن هناك زيادة ملحوظة في عدد الكتب والعناوين ودور النشر المشاركة والمترددين على المعارض وكلها إضافات لمكتبات جديدة وفي آخر الكتاب يضع المؤلف ملحقا للصور من ذاكرة معرض الشارق الدولي للكتاب وهكذا نكون قد قرأنا معكم وتعرفنا على هذا الكتاب وعنوانه الشارقة موطن الكتاب تأملات في المشروع الثقافي لسلطان القاسم لمؤلفه الباحث الدكتور من نبو نعامة ومن إصدارات معهد الشارقة للتراث وإلى اللقاء في محطة قرائية جديدة نقرأ فيها معا كتابا آخر موسيقى 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 هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية موسيقى موسيقى